السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لفتح هذا الفيديو واللي فيه مراجعة أحدث منتجات هواوي الملبوسة وهي سماعة الأذن هواوي Free Buds 4i شركة هواوي قررت أنها تصدر سلسلة Free Buds وقالوا أن هذه النسخة تعتبر أقوى بطارية في سلسلة هواوي Free Buds وهي السماعات اللي بالأذن وتمتاز بالسيليكون اللي موجود طبعا هذه الميزة السيليكون أنه يحجب في طبعا يغطي مكان الأذن أو فتحة الأذن ويحجب الأصوات اللي تجي من الخارج بكذا معناتها تكون السماعة فيها ثلاث مميزات الأولى أنها تحجب الصوت أو تأزلها بدون ما نفعل خاصية العزل ثاني شغلة موجود فيها خاصية العزل وهي حجب كل الأصوات حتى تشعر بهدوء وأنت لابسها ثالث ميزة اللي فيها الأويرنس أو أنك تستكشف الأصوات المحيطة واستكشف الأصوات المحيطة يتم عن طريق تشغيل مايكروفونات وتخلي الأصوات اللي حالك تجي لك يعني على سبيل المثال أنت موجود في اجتماع ومركز بالاجتماع لو كانت السماعة عازلة مئة بالمئة ما رح تسمع الأصوات لو ناداك أي شخص لكن إذا فعلنا خاصية الأويرنس رح يدخلنا الأصوات لو أحد ناداك وقال يا فلان على طول أنت بتسمعه يدخلك الصوت مع الأصوات اللي جايزها تشتغل طبعا ما رح يكون فيه تشويش إيش اللي موجود بداخل العلبة اليو اس بي تايب سي أو الشاحن وعندنا كتيب التعليمات قطع سيليكون للأذن للتغيير وهذه ميزتها عدة أحجام في بعض الأشخاص عدة أحجام ما تناسب لهم في الأشخاص اللي تناسبها الحجم الصغير أو الحجم الكبير أو المتوسط وهذا شكل قطع البلاستيك اللي طبعا نحطها في السماعة وتكون بمكان الأذن ونيجي الحين لشكل البيضة جميل جدا فعلا بدون مبالغة شوفوا شكلها كأنها بيضة كأني شاي البيضة في يدي بيضة فعلا أو بحجم البيضة يلا نتمقل شوي أو نجلس نتفرج على شكل العلبة شوفوا كيف شكل العلبة هذا من الأمام وفي زر يوضح لنا هذا الزر اللي هو أنها جاسة تشحن الآن من الأسفل موجود منطقة الشحن USB Type-C هذه الجهة اليمنى لو تلاحظون هنا هذا الزر هنا الزر هذا طبعا إذا علقنا عليه ممكن نسوي لها مزامنة مع الهواتف وبقول لكم معلومة مهمة السماعة هذه تشتغل على البلوتوث معنى كلامي إنها راح تشتغل على هواتف هواوي أو هواتف تعمل بنظام الأندرويد أو حتى هواتف الآيفون وكذلك ممكن تشتغل على اللابتوب ممكن على الأجهزة اللوحية لأنها بلوتوث بكل بساطة والبلوتوث على طول يتصل نطلع واحدة ونشوف شكلها انسيابية جميلة جدا هنا مكان السماعات وهذه المنطقة تدعم اللمس مثل نقرة نقرتين يعني نتخيل إنه واحد يجري الآن وإذا كانت تسقط من الإذن أو لا بقى كويس حتى الآن كويس طبعا مغناطيس عشان ترجع على طول في العلبة نشوف طريقة المزامنة مع هواتف الهواوي والطريقة بكل بساطة نحط جوال هواوي والسماعة جنبه فعلى طول راح يطلع لنا إنه فيه سماعة هواوي حابة تتصل بالجوال وطالع لي connect الحين ربطناها وشه التطبيق اللي ممكن إحنا نستخدمه في أجهزة الأندرويد أو نستخدمه في الآيفون علد أجهزة الأندرويد فيه تطبيق اسمه المعيشة الذكية هو تابع لهواوي أو اسمه AI Life في الآيفون فيه تطبيق اسمه هواوي هيلث إذا حملته راح يتصل بالسماعة وش فيه خيارات في هذا التطبيق نقرتين شغل لمقطع موسيقي نقرتين ثانية طفاها نقرة مطولة على اليمين الحين عزل الصوت نقرة ثانية طويلة الحين أسمع لصوات المحيطة شغلي المايكروفون صرت أسمع صوتي يرجع لي طيب خلنا أغلق هذه الخاصية كاملة خلاص نقرتين تشغلي مقطع موسيقي وش اللي يميز هذه السماعة طبعا وجود مضخم وجودة في الصوت عالية بحسب قول هواوي لأنه قالوا احنا طورنا في هذه السلسلة وخصوصا في الفري بودز فور آي وخلينا فيها مضخم صوت جودة الصوت أنقى بالإضافة إلى ديناميكية عمل السماعات بداخل الإذن نتكلم الحين عن البطارية طبعا البطارية أدائها يختلف بطريقة استخدامك على سبيل المثال إذا احنا مشغلين الأويرنس معناته شغلنا السماعة والمايكروفونات عشان تدخلنا الأصوات هنا بتستهلك أكثر لكن لو قفلنا العزل الضجيج وقفلنا الاستماع إلى أصوات المحيطة راح تستمر معنا في العمل إلى عشر ساعات يقول لك ممكن تشحن هذه العلبة عشر دقايق وتعطينا عمل أربع ساعات موضوع جدا في تحدي وكثير من الشركات تبحث على موضوع البطارية وفي الختام بقية المواصفات كلها راح أكتبها لكم في صندوق الوصف الديسكريبشن راح نتكلم عن السعر سعر السماعة هواوي فري بودز فور آي 329 ريال وفي الختام هذه أطيب تحية أقدمها لكم أنا طارق الجاسر وأتمنى أني أعطيتكم كافة المواصفات والتفاصيل عن هذه السماعة شرفوني في الانضمام لقناتي على اليوتيوب وأيضا ضغط زر اللايك ومشاركة المقطع وأيضا على حسابي بـ تويتر طارق الجاسر أتمنى تكونوا دوما بخير وسعادة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر